أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق اليوم درس نحوي جديد مع فاكهة اللغة العربية القواعد النحوية أفعال المقاربة ورجاء والشروع إذن الله بعد الانتهاء من الدرس مراجعة على منهج البلاغة أو على الجزء البلاغة اللي خدناه في الحلقة القادمة عشان خاطر احنا قلنا ان البلاغة هنفضل نعيد ونزيد فيها معنا شهر كده لغاية إن شاء الله ما نبقى عندنا تمرص وعندنا مهارة في التزوق البلاغي وفي تطبيق الدوابط النقدية البلاغية عايز بس أقول لأبنائي اللي بيعملهم دخلات مع البرنامج أو اللي بيبعث لنا أي تعليقات ان عايزين أسئلتنا عشان خاطر الحلقة مش موجهة لفئة معينة من الطلاب احنا لسه ما بدأناش الدراسة احنا بدئين قبل الدراسة ما تبدأ بحوالي مثلا ثلاث أسابيع يعني كده كده احنا متقدمين في المنهج فمش عايزين حد من الطلاب يسحبنا للأجزاء المتقدمة قوي من المنهج في الأسئلة ليه؟ لأن انا عايز كل طالب قاعد بيتفرج علي يستفيد من الحلقة طيب أنا أطالب الطالب بايه؟ أطالبه بالحلقات اللي اتشرحت أو محتوى أو مضمون الحلقة النهاردة وعايزين أسئلتنا في المداخلة تبقى على موضوع الحلقة اليوم أو موضوع الحلقة في الأسابيع الماضية الأسئلة اللي بتيجي أنا مش بجاوب على أسئلة بتبقى في حلقات متقدمة عشان عايز الطالب اللي قاعد يستفيد بقى أنت طالب متميز بحاجة كويسة ما فيش مشكلة ولكن خلي أسئلتك انتظرنا لما نيجي نشرح الحلقة عشان خاطر زميلك اللي أقل منك في المتابعة أو في التقدم في المستوى في حتة التحصيل إن هو يستفيد من الحلقة طيب نهاردة عندنا إيه إحنا قلنا أفعال المقاربة والرجاء والشروع إيه ده؟ اسمي كده يخد المقاربة والرجاء والشروع ثلاث دروس لا هم درس واحد وعلى فكرة درس بسيط اللي فيهم درس الأفعال التامة والأفعال الناقصة طلع منه بمعلومات طلع منه إن كان أخواتها أفعال ناقصة ناسخة بتدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها تمام؟ في طالب بيرد عليه بقولي يا أستاذ مش عايزين نقول في التعريف أفعال ناقصة لأنها ممكن تأتي تامة تمام؟ ما إحنا قلنا ناقصة لما تحتاج لخبر يتم من معناه إذا لك اكتفت بمرفوعها اللي هو الفاعل ومحتاجتش الخبر بتبقى تامة وإحنا وضحنا الكلام ده وشرحناه باستفادة النهاردة أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال بتعمل عمل كانة وأخوتها في سؤال وجيه كده هيجيلي حاسس إن في طلبة بتتفرج طلاب متميزون هيسألني السؤال ده طب لما هي بتعمل عمل كانة وأخوتها وبتعرف على المبتدأ ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها ليه ما خدناهاش مع كانة وأخوتها وقلنا من ضمن أخوات كانة زودنا قلنا كادة وقلنا بقيت لإيه؟ الأفعال أكيد في اختلاف طب الاختلاف ده هعرفه إزاي؟ هقولك ببساطة بص معايا كده هكتب لك مثال هنا في اللوحة هنقول مثلا لو أنا جيت وكتبت وقلت أصبحت السماء ممترة طبعا أنا لما أجل أفسر المثال ده خلاص أصبحت دوة الفعل وعندي السماء هنا اسم أصبحت خلاص كلنا عارفين وعندي ممترة هنا خبر إيه؟ خبر أصبحت وهنا هحط ضمة وهنا هحط إيه فتحة يبقى إيزا هنا أو فتحتين على أساس ممترة ثاني يبقى هنا ده مرفوع وده إيه منصوب صحي كده؟ في طالب عايز يشوف اللي بقى لما حط كادة الوضع هيتغير ولا لأ هقول له بص تعالى كده أنت أقول هتقول إيه؟ كادت تمام؟ يبقى الفعل هنا كادت السماء مش هيحصل فيها أي اختلاف السماء بس عمرك ما هتقدر تقول ممترة لازم هتقول كادة السماء تمطر يبقى لازم هتقول كادة السماء تمطر يبقى هنا اختلف نوع الخبر من خبر أصبحت عن خبر كادة ونيجي نشوف المثال ده بقى أو مثال شبيه به على لوحاتنا الملونة عشان نفسر ونستنتج مع بعض القاعدة أول حاجة بيقول لي هنا أفعال المقربة اقرأ ثم لاحظ الفرق بين المثالين كانت السماء ممترة أو أصبحت السماء ممترة هجيب لك المثال بس مكتوب بشكل تاني أجمل وكانت المثال التاني كادت السماء تمطر ما قدرتش أقول كادت السماء ممترة خالص يبقى إذن هنا إيه الفرق؟ هتلاحظ أن في المثال الأول الخبر مفرد إنما في المثال التاني الخبر جملة فعلية اللي هو كلمة تمطر إنما في المثال الأول ممترة طب نستنتج إيه من الكلام ده؟ هنستنتج الجزء الأولان اللي قلته لنا يا أستاذ إن كادة وأخواتها بتعمل عمل كانة وأخواتها كمان الجزء المهم إن خبر كادة لا يأتي إلا جملة فعلية فعلها مضارعة ويبقى هو ده الشرط اللي أنا عايز أقوله في بداية الحلقة عشان كده فهمتي ليه ما خدناش كادة وأخواتها مع كانة وأخواتها طبعا العملية واضحة والطالب اللي قاعد فيها هم مركز معايا هيبقى عارف ليه؟ لأن كادة وأخواتها بتختلف عن كانة وأخواتها في شرط إن الخبر بتاعها لا يأتي إلا جملة فعلية وفعلها إيه؟ مضارعة طب إيه هي أفعال المقاربة؟ إيه هي أفعال الرجاء؟ إيه هي أفعال الشروع؟ هنقول كده مع بعض أول حاجة المقاربة اللي هي كادة وقاربة وأوشكة وأكيد سموها أفعال مقاربة لأنها تدل على قرب حدوث الفعل زي ما بقول كادة السماء تمطر هي ما أمطرتش بس كادت خلاص يعني أنا شايف غيوم وسحب فعارف إن هي خلاص هتمطر طيب بعد ذلك عندي أفعال التانية اللي هي اسمها أفعال الرجاء اللي هي إيه؟ انت بترجو حدوث الفعل عسى وحرى وخلولقة طب يا أستاذ انت قلت لنا مقاربة ورجاء طب إيه هو بقى أفعال الشروع أو إيه هي أفعال الشروع؟ أقول لك أفعال الشروع اللي بتدل على الشروع في عمل أو فعل الفعل بدأ أخذ شرع تفق أنشأ هب جعل يا أستاذي يا جعلة دي إذا احنا خدنا جعلة في الأفعال اللي بتنصب مفعولين زي ما بدا أقول جعلة المبرد الماء سلجا هقول لك ماشي جعلة اللي أنا أقصدها هنا بمعنى بدأة وهتفرق معايا في الأمثلة إن شاء الله في الجزء الجاي تعال نشوف كده الأمثلة بتاعتنا أفعال المقاربة كاد الرجل يقع أنا عايزك ما تهش في اللوحة اللوحة بسيطة بص في أول مثال فقط كاد الرجل يقع الفعل هنا اللي عندي إيه فعل كادة ده فعله مقاربة من اللي كادة الرجل كادة إيه يقع الجملة الفعلية هنا جملة الخبر طب قربة قربة الهم يزول أو أوشكة أوشكة الورد أن يتفتح طالب عمالي تدور في ذهن وتساؤلات يا أستاذ أنا قلت كادة الرجل يقع وقربة الهم يزول وجيت مع أوشكة قلت أن يتفتح شمعنا هنا حطيت أن هقول لك نصبر شوية إحنا بنجيب أمثلة بس الأول عشان أعرفك شكل الفعل في الجملة بيبقى معناه إيه بعد كده عندي أفعال الرجاء عسى اللصة أو اللصة أن يتوب آه أنت بتدعيله هنا بترجو أن هو يتوب حرى المطر أن يسقط يبقى إذن هنا بتتمنى أن المطر يسقط خلولق الجو أن يعتدل الله أنا ملاحظ أن مع عسى في أن ومع حرى في أن ومع خلولقا في أن هي إيه القصة هقول لك نصبر شوية أفعال الشروع ناخد أمثلة عليها بدأ المعلم يشرح أخذ الهم يزول شرع العالم يخترع أنشأ الطالب يذاكر واخد بالك بقى هنا في ملحوظة مهمة أوي ملاحظ أن أخذ هنا ما أنا ممكن أجيبها لك في أمثلة تانية أخذ هنا بمعنى بدأ شرع هنا بمعنى بدأ وأنشأ هنا بمعنى بدأ برضو حشلهم كده كلهم بدأ الهم يزول بدأ العالم يخترع بدأ الطالب يذاكر طفق وطفق هنا بمعنى بدأ برضو طفقت الدولة تهتم بالشباب جعل المهندس يخطط هب العالم يتطور إذن هنا كل دية نمازج لأفعال المقربة وأفعال الشروع طالب يا أستاذ بيقول لي طب حاول تجيبها لي مرة كده تنفع الأفعال اللي هي بتنفع حاجتين نبص كده مع بعض في المثال اللي هكتبه دلوقتي إن شاء الله بصوا أنا هجيب لك فعل ينفع شروع وفي نفس الوقت ينفع فعل تاني خالص طب لو هو فعل شروع هيبقى فعل ناقص طب لو هو فعل تاني هيبقى فعل تام طب نشوف الكلام ده إزاي بص كده لما أجي أقول أنشأ المهندس يخطط يبقى أنشأ المهندس يخطط يخطط إيه أكيد يخطط المشروع وهقول أنشأ المهندس المبنى طيب هنا كده لما تيجي لأنشأ هنا من اللي أنشأ المهندسه أنشأ إيه يخططه خد بالك أنشأ هنا لو شلتها وحطت بدلها بدأ والجملة ماشية يبقى أنا ماشي صح بدأ المهندس يخطط يبقى ديه فعل شروع ده فعل إيه شروع لكن هنا أنشأ المهندس المبنى هنا ما فيش خبر جملة فعلية وأنشأ مش بمعنى بدأ يعني ينفع أقول بدأ المهندس المبنى الإجابة خلط وما الأنشأ هنا إيه بمعنى بنا يبقى إذن هنا المهندسه فاعل والمبنى هنا مفعول إيه به وأنشأ دي تبقى فعل تام فعل إيه تام لازم تفرق ما بين الاتنين نجيب لك فعل آخر ونفرق ما بينهم لما جاء أقول هنا أخذ العالم الجائزة وهنا أخذ العالم يبتكر هتلاحظ هنا الآتي هتلاحظ أن أخذ في المثال الأول هنا أخذ العالم أخذ يعني تناول أو أمسك أو حصل على يبقى دوة فاعل وهنا إيه مفعول إيه به وده كده هيبقى فعل تام لكن هنا أخذ العالم ويبتكر يبتكر هنا دي جملة فعلية يبقى ده خبر أخذ وهنا العالم اسم أخذ وهيبقى أخذ هنا فعل إيه شروع لماذا؟ لأنها بمعنى بدأ عشان بس تفهم الأفعال دي بتبقى أنت عارفها إزاي هتديك آخر مثال في الحاجات دي قبل ما انتقل لما جاء أقول جعل المبرد الماء ثلجا والمثال التاني هقول جعلت الدولة تخططه للمستقبل وهنا هاجي أقول هتشوف المعنى هلاقي هنا طب احنا معنا معنا تليفون نشوف مين معنا ويشارك معنا اه امينة سلام عليكم يا امينة ازايك يا امينة عاملة ايه انت خلاص بقيت من اصدقاء البرنامج اه وانا وانا بطبقكم على طول طيب هتشاركي معايا انت فهمت الاول الدرس ايه الحمد لله طيب هجيبلك المثالين اللي موجودين دلوقتي انا لسه خلي بالك في بداية الدرس بس هشوف هتعرف تفرق ولا على الشاشة هيظهر دلوقتي جعل المبرد الماء سلجا ده المثال الاولادي هل جعل هنا بمعنى بدأ يا امينة انا مش شايفة مش شايفة ازاي هو اه 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 طيب جعل هنا جعل هنا بمعنى بدأ ولا مش بمعنى بدأ معناها تحول معناها ايه برافو عليك ده فعل تحويل صح كده يبقى هنا مش من افعال الشروع من اللي يبقى المبرد تتعرف ايه المبرد فاعل فاعل هيجعل مين الماء يبقى الماء ماله مفعول مفعول والسلجا مفعول برافو عليكي مفعول به اول وسلجا مفعول به ايه ثاني ثاني ماشي وهنا جعلت الدولة تخطط هل جعلت بمعنى بدأة ايوه جعلت بمعنى بدأت يبقى الدولة دي ايه الدولة دي اسم ايه اسم جعلت اسم جعلت وهتبقى مرفوع بالضمة ويبقى الخبر ايه بقى يا امينة تخط تخطط هيبقى خبر جملة ايه يبقى خبر جملة فعلية برافو عليك يا امينة احنا مش بنخلي اي حد كده من اصدقاء البرنامج اللي ازا كان فعلا من الطلاب والطالبات المتميزات والمتفوقات عندك اي سؤال يا امينة انا عندك سؤال ايوه سؤال في اللي فات ولا في موضوع الحلقة لا هو سؤال اعراب طب نشوف كده اه احنا عالم قدر هذه النعمة مين التي منحه الله اياها قولي بس التي منحه الله اياها اعرف اياها انا انا مش 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 سامعك التي منحه الله اياها اياها التي منحه الله اياها اعرف اياها اياها اه ماشي سهلة اوي بسيط بص نمشي مع بعض كده منحة ده منحة منحة هنكتبها كده فعلي بينسب كم مفعول منحة بك مفعولين يبقى ده ينسب مفعولين صح مين اللي منحة الله يبقى هنا الله اللي هو لفظ الجلالة لفظ الجلالة ايه فاعل منح مين اياها لا منح مين الاول التي منحه اه منحه يبقى الهاء يبقى الهاء هنا يبقى الهاء ضمير مبني في محل نسب مفعول ايه به اول صح كده منحه ايه اياها يبقى ده هيتعيلي بيه امينة سمعني طيب اسمعيها يا امينة مني اسمعيها مني عشان الخطة اقطع التي منحه الله اياها ايا ده بقى ايا ده ضمير وبيبقى ضمير في محل نصب يبقى هنا ايا ده ضمير مبني في محل نصب ايه نصب مفعول به سامي سؤال جميل اوي امينة ويبقى نقول السؤال ده تاني لابنائنا يبقى ايزا هنا التي منحه الله اياها هيبقى المفعول الاول الهاء ولفظ الجلالة فاعل وإياها مفعول به ايه سامي طيب شكرا لامينة وشكرا لابنائنا اللي بتصلوا بينا نركز بقى في لوحاتنا الملونة الجميلة ونبدأ نشوف بقى شغلنا طيب هنا بقى حكم اكتران خبرها بأن الطالب اللي بيسأل هو ليه تيجي أن واحيانا تيجي من غير أن ايه المعيار هقولك المعيار هتحفظ لي اربع كلمات اللي هم يقل يقصر يجب يمتنع بس كل كلمة هتحطها مع اللي يناسبها بص كده للوحة بتاعتنا عندي كادة وقربة يقل يبقى اول فعلين في كلمة يقل هم كادة وقربة المثال بيقول ايه كادة الاولاد يصلون او ان يصلوا هي عشان بيقل فينفع تقترن بأن وينفع ما تقترنش بأن بس الافضل الا تقترن بأن لانه يقل كادة الاولاد يصلون لو انا حطيت جدت الجملة من غير أن هتبقى يصلون فعل مضارع مرفوع بسبوط النون لما اخليه مقترن بأن يبقى أن يصلوا هيبقى مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حسف النون يبقى كده ده اول حاجة كده وقربة يقل طب اوشك وعسى يقصر اوشك وعسى وإيه يقصر اللوحة ظهرت هي قدامكم يبقى زي ما قلنا يقل اوشك وعسى يقصر عسى الطلاب أن ينجحوا أو ينجحون ينجحوا على اساس أنه منصوب بأن ولو ما حجبتش أن هقول ينجحون انت ملاحظ ايه ان مع كده وقرب ويقل يبقى الافضل ان اقول كده الاولاد يصلون واللي يقصر مع عسى وقوشك الافضل ان اقول أن ينجحوا يبقى لازم تاخد بالك بس تنفع الاثنين بس انت هتعمل الافضل طيب حكم اكتران خبر حرى وخلولقة يجب اذا هنا دي ملهاش غير حالة واحدة حرى الاولاد أن يزاكروا لو جابها لك في التصويب وقال لك حرى الاولاد يزاكرون خطأ على طول وتقوم حاطة أن ويزاكروا طيب افعال الشروع بيمتنع يبقى ما ينفعش تيجي أن بدأ المعلم يشرح لو قال لك بدأ المعلم أن يشرح يبقى خطأ ولازم تشيل ايه أن يبقى كده عرفنا اللوحات بتاعتنا نقولهم تاني كاد وقرب يقل أوشك وعسى يكسر أحرى وخلولقة يجب أفعال الشروع كلها اللي بدأ أخذ أنشأ شرع طفق هب جعل كلها بيمتنع اكترانها بايه بأن تعال كده نبدي نموذج إعرابي إزاي أعرف لو كان الخبر مقترن بأن أو لو لم يكن مقترنا بأن بدأ المهندسون يخططون الطالب الشاطر هيشوف الأول بدأ هنا فعل شروع ولا لا يتأكد إزاي يسأل نفسه سؤال من اللي بدأ المهندسون بدأوا إيه يخططون آه يبقى ده خبر جملة فعلية يبقى هي معايا هنا بتعمل ويبقى هنا فعل ناقص يبقى الإعراب هقول بدأ فعل ماضي للشروع مبني على الفتح لمحل له من الإعراب من اللي بدأ المهندسون طب المهندسون دولت إيه هيبقوا اسم بدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم طب يخططون يا أستاذ هتبقى فعل مضارع مرفوع بسبوط النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل مهم أقولي الكلام دوت والجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ طب أنا هنا بجاوب ومش جايب الإجابة من عشان خطر الطالب اللي بيحب يتوقع معايا الإجابة ويشتغل وفي الآخرة أم جايب لك لوحة فيها الإجابة كلها بحيث أن أنت تصورها ومعاك نموذج لإجابة فعل أو خبر بدأ عندما يأتي غير مكترناً بأن كل اللي هيتغير بس أني بقى قول فعل مدارع مرفوع لكن لو جبت بقى واحد مكترم بأن زي عسل عسل عاصون يبقى في الحالة دي الإعراب هو هو بس هتختلف حاجات بسيطة أنه بدل ما يبقى المدارع مرفوع هيبقى منصوب يبقى عسل فعل ماضي للايه للرجاء مبني على الفتح والعاصون اسم عسل ماله مرفوع بالواو وأن هنا يتوبه هتبقى الفعل أن طبعا حرف إيه نصب ويتوبه هنا فعل مدارع منصوب بأنوى علامة نصب وحسف النون وهو الجماعة ده مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر عسى أنا ليه بقولي الكلام ده عشان عايزك تتعود على الإعراب الدقيق لأن شفتوا السنوية دي لو ليكوا أخوة في السنوية العامة في الطالب اللي ما عملش إعراب وهو الجماعة اللي كانت متصلة بالكلمة اللي مطلوب إعرابها نقص درجة درجة وخلي بالكوا درجة بتحول مصار طالب ممكن تحوله من كلية طب توديه صيدلة وممكن تهوديه من صيدلة الأسنان أو توديه بعد كده الكليات إيه أدنى درجة بتفرق يبقى إيه إذن درجة ده حاجة كتيرة جدا للدرجة في عالم السنوية العامة وعالم التنصيق نص الدرجة ليه أهمية وليه قيبة نشوف كده الإجابة النموذجية هتبقى قدامنا هنا كده المفروض أننا كده فاضل ملحوظة صغيرة على الدرس قبل ما أبدأ أدربك عليه الملحوظة الصغيرة دي بتقول لي إيه لا تعمل أفعال المقاربة والرجاء والشروع إلا في صيغة الماضي آه إيه ده يعني أفعال المقاربة والرجاء والشروع تعتبر أفعال جمدة آه باستثناء كده وأو شكه هي جمدة في استخدامها لكن أنت عندك في فعل زي بدأ ممكن يجي يبدأ بس مش هيبقى شروع فعلي زي أخذ زي يجي يأخذ بس مش هيبقى شروع طب إيه هنا الفعلين اللي ممكن استخدمهم مدارع كادة وأو شكه هم دول اللي قدر استخدمهم فقط لكن الباقي صيغة الماضي فقط وكادة وأو شكه لو جات في المدارع زي المثال ده تعمل عمل الماضي تكاد السماء تمتر مين اللي تكاد السماء مالها تمتر شغال معايا السماء اسم تكاد وتمتر خبرها جملة فعلية توشك الزهرة اسم توشك مالها أن تتفتح وهيبقى ده إيه الخبر الجملة الفعلية طب تعالى كده بقى نشوف الأمثلة وإحنا هنشتغل معاك يا أستاذ إحنا طلاب متميزون طلاب سر التفوق دائما ودوما متفوقون عسى السلام أن يعم الكون تعالى كده الفعل هنا مين طالب قال للفعل يا أستاذ عسى طيب نوعه إيه قال لي رجاء طب هل أنت تأكد أتأكد إزاي يا أستاذ شوف مين اللي عسى السلام ماله أن يعم خبر جملة فعلية يبقى تمام يا أستاذ طيب اسمه مين اسمه هنا هيبقى السلام طب خبره مين هيبقى يعم الكون وحكم الإكتران يا أستاذ عسى فتكر كده عسى عسى ها عسى يكسر عسى إيه يكسر بص وجود أن في الجملة يبقى ما ينفعش أقول يمتنع وجود أن يبقى ممكن يبقى يقل أو يجب أو يكسر فهنا القاعدة بتاعتها يكسر وإحنا حفظينها مش محتاجة مننا أي مهارة ودي الإجابة بتاعة السؤال طيب يدينا سؤال تاني بقى يا أستاذ عشان نشغل دماغنا أهو بدأ الأولاد يلعبون مين الفعل الفعل بدأ خلاص إحنا حفظنا بقى الأمثلة اللي أنا جايبها لك دي كلها شغلة معايا يعني كلها خبرها جملة فعلي اللي بدأ مين الأولاد طيب الأول بدأ ده نوعه إيه نوعه شروع طيب اسمه مين الأولاد خبره يلعبون وحكم الإقتران بدأ بيمتنع بدأ بإيه بيمتنع وهذه الإجابة بتاعة السؤال نشوف لوحة تانية ومثال آخر أوشك الفيلم أن ينتهي آه الفعل هنا أوشك وده نوعه مقاربة واسمه مين اسأل نفسك مين اللي أوشك الفيلم يبقى اسمه الفيلم أوشك إيه أن ينتهي يبقى ده الخبر حكم الإقتران أوشك يبقى يقصر ده تمرين عقلي كده يشغل دماغنا مثال تاني حرى الطلاب أن يزاكروا هي حرى هنا بمعنى يا أخلا ولقى تدي معنى عسى عشان تبقى فاهم عشان ما تتهش بس في الحاجات الفعل هنا إيه الفعل حرى نوعه رجاء اسمه الطلاب خبروا أن يزاكروا حكم الإقتران يجب يبقى حرى يجب وهذه الإجابة بتاعتنا مثال آخر يكاد الظلام ينقشع ده فعل مدارع يا أستاذ يكاد إحنا متفقين أن الأفعال تعمل في الماضي هقولك بس أنا استسنيت كده وأوشك قلت كده وأوشك ممكن يجو في المدارع طبعا مش أنا الاستسنيت أكيد ده قواعد النحوية وعلماء النحو هي اللي أقرت هم الذين أقروا ذلك يبقى إذن الفعل هنا يكاد يكاد ونوعه طبعا مقاربة من اللي يكاد الظلام ويكاد إيه ينقشع يبقى إذن حكم الإقتران يقل خد بالك دي مش أسئلة على نمط آخر السنة وهجيب لك دلوقتي أسئلة على نمط آخر السنة ولكن الأسئلة دي أسئلة ترجع لك القعبة وتخليك تشتغل إيه معايا وتتوقع الإجابة لوحة غير مجابة ولوحة أخرى مجابة المثال ده حلو أول بدأوا يفكرون الفعل هنا يا أستاذ بدأ ونوعه شروع ومن فين بقى هنا الاسم بتاعه يا أستاذ الطالب قاعد يقول لي الله فين الاسم مين اللي بدأ أقول لك يسأل نفسك بدأوا يفكرين من اللي بدأ اللي بدأ هم يا أستاذ ماشي بس هم هنا اللي بيدل على هم وو الجماعة يبقى بدأ و يبقى وو الجماعة دي عيدة على اللي هو اسم بدأ لان هي اصل الجملة مثلا ممكن يقولك ايه وتجمع الطلاب وبدأوا يفكرون الواو هنا او الواو عيدة على ايه الطلاب واذا هنا يفكرون ده الخبر وحكم الاقتران احنا عرفنا ان بدأ يا استاذ يمتنع ودي الاجابة بتاعتها والحل بتاع المثال مثال اخر اعرب اه حلو المثال ده اعرب ما تحته خط فيما يلي بدأ المدرس يشرح وبدأ المدرس والشرحة اه هنا بدأ في المثالين والمثالين فيهم مدرس بس هنا يشرح وهنا الشرح اه يشرح اس فعل والشرح اس احنا متفقين ان الافعال المقربة والرجاء والشروع اللي تعمل عمل كانة واخوتها يبقى لابد ان يكون خبرها جملة فعلية اذا المثال الاولاني هو اللي شغال معايا يبقى المدرس هنا هيبقى اسم بدأ مرفوع بالضم لان يشرح خبر جملة فعلية طيب المثال التاني يا استاذ ما زيها ما تمشيها بقى اسم بدأ اقول لك لا ما مشيهاش ما هو بدأ المدرس بدأ ايه الشرح الشرح ده اسم يبقى ما ينفعش يبقى بدأ هنا المدرس هتبقى فاعل والشرح هنا هتبقى مفعول ايه به ويبقى الفرق بين الاتنين خد بالك ان بدأ الاولى فعل ناقص للشروع والتانية فعل تام يبقى الاولى فعل الشروع يبقى ناقص يعني بينصب خبر او ليه خبر التانية فعل ايه تام ويبقى ايزا كده هنا ده الفرق ما بين الاتنين اسئلة بقى مهمة بتيجي ممكن يجيب لك جملة وفي اختيارات يقول لك ان المهندسين متقنون عملهم ضع عسى بدلا من ان وغير ما يلزم انت عشان تخط حط عسى بس لازم تدرس الجملة صح هي العملية ومش انت طالب في قولة ثانوية هو مش يجيب لك المثال عشان تشيل عسى وتحط انه وخلاص اكيد في تغييرات ان هنا دي حرف ناسخ بينصب المبتدأ ويرفع الخبر صح واحد تاني يقول لي يا استاذ دي سهلة ما كنا بناخدها في ابتدائي شيل ايه انه وحط عسى ويرفع المهندسين وانصب متقنون هقول لك غلط 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 انا عندي كذا قاعدة لازم ارعيها نمرة واحد انت قلت جزء واحد صح ان انت هترفع المهندسين هتبقى المهندسون نمرة اتنين لازم خبر عسى او اي فعل نمرة ثلاثة ان عسى بتشوف القاعدة بتاعتها يقل ولا يكسر ولا يمتنع يكسر يا استاذ يبقى لازم اقول عسى المهندسون ان يتقنوا عملهم طالب قال لي طالما يكسر يا استاذ يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش هقول له ما فيش مشكلة لان لو جال في اختيارات وقال لي عسى المهندسون ان يتقنوا او عسى المهندسون المهندسون يتقنون في الحالة دي الاجابتين يعتبروا ايه اجابة صحيحة طيب ضع فعل شروع بدلا من اخلولكا اه اخلولكا الاولاد ان يتفوقوا افعالي الشروع بص حط في ذهنك كده اول ما اقول لك شروع يبقى بدأة في ذهنك بدأة على طول هي زيها بقى بدأة اخذة انشأة شرعة طفقة هبة جعلة وتيجي هنا ما هو الاتنين بيعملوا نفس العمل بدأة واخلولكا يبقى انا مش غير غير تغيير بسيط اللي هو حكم الاكتران اخلولكا يجب الاكتران لكن بدأ يمتنع يبقى لازم اشيل ان وطالما شلت ان من يتفوقه هيبقى مرفوع على طول تقوم راجعله النون ويبقى مرفوع بسبوط النون بدأ الاولاد يتفوقون دي كده الاسئلة تتجاوب بالطريقة دي طب في الامتحان الاسئلة تيجي ازاي يجي لك مثلا سؤال في اختيارات كده طيب الكتابة الصحيحة لكلمة انتماء بدأ المصريون يعززون ها انتمائهم ولا انتمائهم ولا انتمائهم ولا انتمائهن اولا في اجابة مستبعدة من الاربعة ايه هي يا استاذ هنا المصريون مذكر يبقى ما ينفعش اقول انتمائهن يبقى دي استبعدت يفضل بقى الرسم الاملائي للهامزة انت تكتب على نبرة زي انتمائهم اللي هي الصفرة او على السطر زي انتمائهم اللي هي الزرق او على الواو اللي هي البرتقالي انتمائهم هقولك ببساطة اذا كانت الكلمة مرفوعة تكتب على واو ترسم على واو واذا كانت منصوبة دي الهمزة اسمها الهمزة المتطرفة عندما يتصل الاسم بضمير اذا كانت منصوبة تكتب على السطر زي انتمائهم اذا كانت مجرورة تكتب على النبرة زي انتمائهم وهنا تعالى نعرب من اللي بدأ المصريون اسم بدأ بدأوا ايه يعززون ده خبر بدأ تبما كده ده اللي مهتم بيه في الدرس يا أستاذ بتاعي هقولك ماشي بس يعززون ده خبر جملة فعلية من اللي يعززون وهو الجماعة يعززون ايه انتمائهم هتبقى مفعول به يبقى الإجابة على السطر يبقى انتمائهم كل ده بيدور في ذهني هقولها لك هفكرها لك عملة زي درس البدل في تالت عدد ما كان بيجي لك ويقولك يعجبني انتماء الايه يعجبني انتماء المصريين يقولك اجعل الايه المضاف بدلا وغير ما يلزم فبتقول يعجبني المصريون انتماؤهم بتكتبها على ايه على وو كان الاسدزة الافواد اللي زملائنا بيقولوا الكلام ده سواء زملائنا في المدارس او زملائنا في القناة بيقولوا لكم الكلام ده وانتوا كنتوا بتستجيبوا وبتحلوا الكلام ده صح طيب الكتابة الصحيحة لكلمة انتماء خلاص القاعدة تعرفت منصوبة على السطر لو اتصلت بضمير مرفوعة على واو مجرورة على نبرة وأوشك إيه لوطنهم أن يزيد أوشك انتماءهم ولا أهم ولا إيهم هنا أوشك ده فعل بقربة اللي هيجي اسمها يبقى مرفوع يبقى أوشك انتماءهم لوطنهم أن يزيد رغم أن أنت ممكن تتخيل أن الكلام ده مش متعلق بالدرس لا متعلق السؤال مش لازم يجي متعلق بالدرس من قريب ممكن يجي من بعيد إذن السؤال بيجي من قريب أو من بعيد عسى اللاعبونا آه هنا بقى قواعد الاقتران عسى اللاعبونا عسى بيقصر الاقتران بأن يا أستاذ طيب أن يفوزون لا ما هو أن بتنصب يبقى المفروض يفوزوا يبقى ما تنفعش أن يفوزوا صح بس ما تستعجلش إيه ربقية الإجابات طيب يفوزون يا أستاذ ما هي بيقصر يعني ممكن تيجي بأن وممكن تيجي من غير أن يبقى الإجابة هتبقى يفوزون أو أن يفوزوا يبقى الثانية والإيه والثالثة بعد ذلك بدأ الطلاب يجيبون عن الأسئلة ولا أن يجيبوا ولا أن يجيبون اختر انت الإجابة بص يا سيد بدأ الطلاب بدأ بيمتنع يا أستاذ يبقى ما فيش أن ما فيش إيه أن يبقى ما عنديش غير إجابة واحدة اللي هي إيه يجيبون هي حسمة نفسها بس كل ده عشان تبقى أنت حافز اللي أربع حاجات اللي قلناهم ونقولهم تاني يقل دي كده وقربة يكسر عسى وأوشكة يجيب حرى وخلولقة أفعال الشروع كلها يمتنع حرى الطلاب حرى أنت قلتنا يجيب يا أستاذ خلاص يبقى أن بس أخد أن يفوزون ولا أن يفوزوا ده فعل مدرع منصوب يبقى ينصب بحسف النون يبقى أن يفوزوا الإجابة الصحيحة بعد ذلك أنشأ الطلاب نقط دروسهم هنا أنشأ دي فعل إيه يا أستاذ أنشأ دي فعل شروع بيمتنع يبقى ما فيش عندي غير إجابة واحدة من غير أن اللي هي إيه يزاكرون دي هتبقى الإجابة إيه بتاعتها عايز أقول بقى لأبنائي أن الدرس كده ده قتل إيه بحسن اللي هو الجزء طيب نشوف معنا أسماء سلام عليكم أسماء إزايك عاملة إيه خلاص برضو دي تاني مرة تتسلي برضو هتبقى من أصدقائنا على طول أصدقاء البرنامج آآ وطي بقى صوت التلفزيون واسمعيني من التلفون آآ خلي التلفزيون تشوفيه بس بعينك لكن تسمعيني من التلفون آآ ماشي أنت فهمت معايا البلاغة المرة اللي فاتت آآ يعني تحب تشاركي معايا قبل ما سمع سؤالك آآ طيب بص يا ست في أبياتها هي كده هنا بتقول هتظهر لك على الشاشة أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى لو لا الحب الناس كانوا كدما أحبب فياخدو الكوخ قصرا نيرا وأبغد فيمسل كونه سجنا مظلما فهمت الأبيات وطي الصوت أنا مش صوت التلفزيون عالي كده يا سماء أيو فهمت الأبيات يا سماء أيو طيب الشعر بيدعو لإيه هنا آآ يعني مش لازم إيجاب تكتبع إيجابة نموذجية صوت التلفزيون عالي برضو يا سماء يا أسماء كده عشان بس الحلقة عشان المكالمة كده ممكن الخط يقطع بسبب وطي التلفزيون طيب هنا الشعر بيدعو لإيه للمحبة دينا الجزء ده فيه كلمتين عكس بعض اللي هو الطباق طيب شعورك بالمحبة إن غفل طيب أسماء أنا يعني الصوت الصوت صعب قوي يا أسماء طيب معلش يا أسماء هعتزرلك وحاولي تثبطي عندك الشبكة وتتصلي في وقت يكون عشان أنا حس إن التلفزيون عندك عامل صوت مشاوشرة على الحلقة شكرا لك يا أسماء وتابعينا لآخر الحلقة ونسعد باتصالاتك دوما طيب عايز بس أقول لي أبنائي لما تيجوا تتصلوا عشان برضو إنت بتبص الحاجات وإحنا بنبص الحاجات تانية نبص الحاجات تقنية حاجات فنية عشان خاطر الصورة تطلع والصوت يطلع أفضل ما إيه ما يكون آه هنا آه اتصالاتك حاول تتصل من خط يكون ما فيش فيه صوت وتوطي التلفزيون بتاعك وتعتمد على إنك شايف بعينك التلفزيون لكن بتسمعنا بودنك من التلفزيون طيب أنا كنت طبعا أكيد قبل ما هبدأ أسأل في البلاغة هبدأ أعمل كده مراجعة سريعة للبلاغة للحاجات اللي إحنا أخدناها عشان خاطر نبدأ نحل مع بعض بصوا الشاباء إحنا اتفقنا قلنا إن علوم البلاغة نعمل مراجعة كده بالورا والألم سريعة علوم البلاغة قلنا تلت علوم أول حاجة علم المعاني وعندي البديع وعندي البيان نقولهم تاني علم المعاني علم البديع علم البيان واتفرع كده هنا من المعاني اتفرع الأساليب وهنقول الأساليب في لوحة تانية وعندي المؤكدات وعندي إحاءات الألفاظ بس دول أهم اتنين البديع اتفرع من عندي محسنات بدعية قلت لك أن أنت المطلوب السنة دي تبقى عارف كم محسن بدعي تبقى عارف محسنات بتيجي في الشعر والنصر اللي هي التباق والمقابلة والجناس دول بيجوا فين يا شباب في الشعر أو في النصر يعني ايه في الشعر أو في النصر يعني ممكن نلاقيهم مع بعض في قصيدة شعرية أو في ايه أو في نص نصري عندي البديع فيه بيجي في الشعر فقط زي التصريع وزي حسن التقسيم حسن ايه التقسيم دول بيجوا فين في الشعر فقط وعندي بيجي في النصر فقط قلنا السجع والايه والازدواج السجع والايه والازدواج وهحاول أبين وفرق برضو السجع والازدواج الفرق عشان فيه بنتنا فاطمة أعتقد فاطمة مقلد أو حاجة زي كده كانت عايزة تفرق ما بين الاتنين البيان بقى قلنا المرة اللي فاتت بيبقى فيه عندي حاجتين فيه مشابهة يعني حاجة شبه حاجة وده هيبقى تشبيه وهيبقى استعارة وقلنا هنا فيه اللي غير مشابهة هيبقى والغير المشابهة هيبقى كناية أو مجاز مرسل هنفق الاشتباك ده سريعا كده أسيب لك بس اللوحة دي شوية ونقولها تاني المعاني البديع البيان هنبدأ ناخد حاجة واحدة هناخد مثلا الأساليب قلنا أن الأساليب الأساليب هتنقسم معايا لكم نوع لتلات أنواع قلنا الأساليب دي هتبقى أساليب خبرية يبقى خبري أو اسلوب إنشائي أو اسلوب خبري لفظي إنشائي معنى وقلنا هنا الخبري جملة ما فيهاش ايه الأول نعرف الإنشائي الإنشائي قلنا هيبقى يا أمر يا نهي يا نداء يا استفهام يا تمني أي حاجة من دول يبقى اسلوب إنشائي طب الخبري أي حاجة غير دول زي جملة مثلا العلم نور ما فيهاش لا أمر ولا نهي ولا نداء ولا استفهام ولا تمني هنا مثلا جملة زي ما أقولك كن جميلا كن ايه جميلا ده هنا اسلوب أمر إنشائي أمر غرض النصح والإرشاد خبري لفظي إنشائي معنى بتبقى الألفاظ فيها دعاء زي جزاك ربك خيرا أنا بدعي لك هنا يبقى ده خبري لفظي إنشائي معنى غرضه ايه الدعاء طبعا أنا ديت اللوحات دي لوحات ملونة المرة اللي فات بس فيه طلبة بتحب إنها تشوف الحاجة مكتوبة قدامها يبقى احنا عندنا الحاجتين في الحلقة اللي فاتت اللوحة الملونة على اللابتوب أو على التابلت وهنا اللوحة الايه اللي هي اليدوية طيب دي الأساليب عشان اللي بيعارفين لما يطلب مني اسلوب إنشائي بدور على أمر نهي إن ده استفهام تمني طب خبري بقى أي حاجة غير دول جاب لي كده اسلوب حفزك الله يبقى ده خبري لفظي إنشائي معنى ده النص والنص الألفاظ خبرية عشان مفهاش إيه لا أمر ولا نهي ولا إنداء ولا استفهام ولا تمني طب وإنشائية لإن معنها طلبي معنها الايه الدعاء بعد كده هيبقى عندي ايه عندي لوحة البديع البديع اللي هي المحسنات الايه البديعية علم البديع أو المحسنات الايه البديعي طيب إحنا اتفقنا إن اللوحة دي قسمناها المرة اللي فاتت لثلاث حاجات قلنا بيجي في الايه الشعر فقط أو شعر ونصر الأول وبعدين شعر فقط وبعدين هنا نصر فقط وهشرح لك كل حاجة إحنا قلنا الشعر والنصر بيجي عندي طباق وقلنا الطباق هو كلمة عكس كلمة كلمة عكس إيه كلمة زي ليل وإيه ونهار زي طويل وقصير وممكن يبقى تباق إيجاب أو تباق سلب سلب اللي هو بقى دات نافي زي يخشى ولا يخشى طيب المقابلة هي جملة عكس إيه جملة وقلناها ليس له صديق في السر أو ليس له صديق في العلانية ولا عدو في الإيه في السر قلنا ما بين الجملتين إيه مقابلة بعد كده عند الجناس وقلنا الجناس تشابه الحروف مع اختلاف المعنى ممكن يبقى جناس تام زي ما قلنا دارة قلسه حول الدار يبقى دار ده فعل والدار اللي هي إيه الإسم يبقى ما بين دار ودار هنا جناس تام وممكن يبقى جناس ناقص زي ليل داج ونهار ساج يبقى داج ساج يبقى دولت بينهما إيه بينهما جناس ناقص لأن داج وساج في حرف إيه اختلاف حتى ممكن يفرق قلت قبل كده ممكن يفرق في التشكيل زي يخليك وصك من نفسك وقل اللي في نفسك هنا دي على مستوى مثلا الجمل اللي بتتقال باللغة درجة لكن باللغة بقى الفصحة اللي هي يال الغروب وما به من عبرة للمستهامي وعبرة للرأي عبرة يعني دمعة وعبرة يعني موعزة زي بعض من وجهة نظرك لكن ديعة ودعي فتح وكسر بداج ناس ايه ناقص في الشعر فقط بيجي حاجتين اتنين بيجي تصريع وبيجي حسن تقسيم وقلنا ان التصريع ان هو يبقى عندي في البيت الاول يبقى التصريع بدور عليه في البيت الاول فقط في البيت الاول ايه فقط انتهاء الشطرين بيبقى بنفس الحروب بص يا سماء الشرق توفي بالضياء الشطر الاولين انتهى بكلمة الضياء اخرها اه 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 وانشري شمسك في كل سماء يبقى هنا ده تصريع يعطي جرسا ايه موسيقيا بكاءك ما يشفي وان كان لا يجدي فجودة فقد اودى نظيرك ما عندي يا داعي السلم لبى صوتك القدر في كفك السلم ان سالمت والخطر كل ده تصريع يعطي جرسا موسيقيا حصن التقسيم بقى اللي هو التوازن الموسيقي من الجمل في البيت زي البيت المشهور او بيت المتنبي والخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم البيت ما يتقريش غير كده او يا ليله طل يا نوم زل يا صبحه كف لا تطلع ده اسمه حصن تقسيم بصي بقى التصريع في الشعر وحصن التقسيم في الايه في الشعر يقابلهم في النسر مين يقابلهم السجع والازدواج السجع والايه والازدواج عشان بنتنا اللي كانت طالبة اللي هي فاطمة عايزة تفهم ايه الفرق ما بين الاتنين السجع العلاقة بالنهايات الجمل في النسر زي ما جيقول ليل داج ونهار ساج وسماء زات ابراج بصي ثلاث جمل دولت هكتبهم لك على ورقة تانية ماشي ليل داج وسماء عفوا ونهار ساج وسماء زات ابراج الفرق هيبان في المثال ده او يا فاطمة بصي ليل داج ونهار ساج وسماء زات ابراج انتهوا كلهم بكلمة بنفس الكلمة دي اسمها نهاية الفواصل ده اسمه ساجع اسمه ايه ساجع يبقى الساجع نهاية الفواصل بين الجمل لكن الازدواج توازن موسيكي بين الجمل الجملة دي طويلة اوي شوية عن الجملتون دولت فبالتالي هتبقى ليل داج ونهار ساجن دول فيه بينها وبين بعض بالاضافة للساجع فيه ازدواج في ايه ازدواج ازا الازدواج توازن موسيكي من الجمل تحس ان الجمل قد بعض عشان كده ما خدش معهم التالتة يبقى التلاتة ساجع لكن الاتنين دولت ساجع ومعال ايه الازدواج ده اعتقد اقرب مثال يوضح لنا الفرق ما بين الايه الساجع والازدواج نخش بقى على اخر حاجة عشان نحل مع بعض اللي اسمها الالوان البيانية احنا خدنا عرفنا التعبير الحقيقي والتعبير المجازي عرفنا ان التعبير الحقيقي يعني لو كتبت كده انواع التعبير وجيت كده امتقايا حقيقي وايه ومجازي وجيت هنا امتقايا لبص المثال وهيقابله على طول الجندي شجاع ده تعبير حقيقي يقابله على طول الجندي اسد يبقى شبهت الجندي بالايه بالاسد عشان اخد معنى الشجاعة من الاسد هنا الفتاة خجولة هنا احمر وجه الفتاة يبقى هنا احمرار الوجه عشان اخد منه معنى الخجل هنا تحدث المدير وهنا القى المدير كلمة هنا ده تعبير حقيقي لكن هنا وما طلعش يقول كلمة فقط الكلمة دية مجاز مرسل عن الخطبة اللي هو ايه قالها طب التعبير الحقيقي استخدام الالفاظ في معانيها الحقيقية التعبير المجازي هنا استخدام الالفاظ في غير معانيها الحقيقية لعلاقة المشابهة خد بالك ركز او او مهمة دي لعلاقة المشابهة اي حاجة شبه حاجة او غير ذلك اللي هي بقى الايحاء ان انا بجيب لك عبارة ونقصت حاجة ايه تانية يبقى انت كده مفروض يا استاذ تفهمني لو غير المشابهة هيبقى ايه ولو المشابهة هيبقى ايه هقولك الورقة دي هتوضح الكلام ده كله اللي هي مثلا هنقول كده نكتب الالوان البيانية يعني معنى كده ان التعبير المجازي بيديني الوان بيانية والالوان البيانية دي تدخلني في حاجتين مشابهة يعني حاجة شبه حاجة او غير المشابهة طب ازاي هقولك ببساطة بص انا هنا لما قلت الجندي اسد الجندي ايه اسد اجيب لك ثلاث امثلة وهنا قلت الجندي يزقر وهنا قلت اه رأيته اسدا يطلق النار بص في الثلاث امثلة الجندي اسد هنا عندي مشابه ادي مشابه وادي مشابه ايه به يبقى على طول طالما فيه الطرفين يبقى ده اسمه التشبيه اذا علاقة المشابهة بتديني اول حاجة تشبيه لو عندي المشابه والمشابه به طب الجندي يزقر عندي المشابه هو لكن ما عنديش المشابه به عندي صفة من صفاته اللي هي كلمة يزقر تديني على طول استعارة ايه مكنية تديني استعارة مكنية يبقى تاني حاجة في المشابهة الاستعارة المكنية طيب رأيته اسدا يطلق النار هنا ما عنديش المشابه لكن عندي المشابه به اللي هو الاسد واحد يقول لي ده تعبير حقيقي هقولك ليه وفي اسد بسك مسدس وبيضرب نار يبقى الاسد ده جندي يبقى هنا لما عندي المشابه به وما عنديش المشابه اسمها استعارة مكنية استعارة تصريحية استعارة ايه تصريحية يبقى ايه اذا هنا انا عرفت ان علاقة المشابهة بتديني ثلاث حاجات يا تشبيه يا استعارة بنوعيها المكنية او التصريحية نوع التشبيه بقى ايه ده لسه درس كامل هناخده عشان كده ابنائنا اللي مستعجلين وبيبعتولي اسئلة على انواع التشبيه يصبروا شوية ما ناخد الايه الدرس وانت هتحل السؤال من غير ما ايه تحتاج اي مساعدة مني غير المشابهة بقى يبقى دي بتديني ايه يبقى علاقة المشابهة بتديني تشبيه هتديني يا كناية يا مجاز ايه مرسل هتديني يا كناية يا مجاز مرسل والكناية زي المثال بتاع اسفر وجه الجبان اسفرار الوجه هنا كناية عن الخوف كناية عن الايه الخوف اما المجاز المرسل فهي كلمة بمعنى كلمة اخرى ولا يجوز ان انا اريد المعنى الاصلي زي ما جاء اقول شاربته زجاجة شاربته ايه زجاجة هو انا اصلا هشرب زجاجة يعني هتفتكروا ان فيه واحد هيشرب ازازة ومال هيشرب ايه هيشرب المشروب اذا الزجاجة هنا مجاز مرسل عن الايه عن المشروب كده اكون انا مثلا رجعت لكم الايه البلاغة ودخلتكم كده في مدخل لتزوق النصوص اعمل حسابك ان درس التشبيه هيتشرح باستفادة ودرس الاستعارة هيتشرح باستفادة والكينية والمجاز المرسل في الفصل الدراسي الايه التاني وهنشوف الحاجات دي ان شاء الله مع حلقة النصوص حلقة الايه القادمة تعالى نشوف بقى التدريبات بتاعتنا اللي كنا بنحلها دلوقتي ساعتنا اسماء التصلي هنا قلنا ان ايقظ شعورك بالمحبة ان غفاء الابيات دي بتدعو الى نشر الحب والعطاء ونبز البغد والقراهية ايقظ شعورك نفس الابيات هات من الابيات تشبيه بصي كده هتلاقي تشبيه يعني حاجة شبه حاجة هو هنا بيقول لي ايقظ شعورك صح شعورك هو شبه الشعور بانسان بس الانسان مش موجود يبقى ده مش تشبيه لاني ما عنديش المشبه بيه استاذ الناس كانوا كدومة ليه الدومي يعني ليه اللعب المتحركة الناس كدومة هنا ده تشبيه ليه لاني شبهت الناس بالدمي خد بالك مش عايزي النوع لاني لسه ما خبناهوش مش اطلبك بحاجة انت بخدتهاش طالب تاني قال لي تب ما ننزل في السطر التاني او في البيت التاني احبب فيغضو الكوخ قصرا نيرا يعني الكوخ يتحول لقصر يبقى هنا تشبيه الكوخ بالايه طب نرجع لها تشبيه الكوخ بالقصر في ظل الحب وابغت فيمسي الكونه سجنا وتشبيه للكون بالسجن في ظل القرهة ده كان التشبيه لكن اللي استعارة بقى اختلفت اللي هي ايقظ شعورك انا سبهت الشعور هناك انه انسان يوقز ويبقى سر جمالها التشخي استبقيت الحاجات يا استاذ بص هنا هات من الابيات اسلوب انشائي اه يا استاذ يعني امر نهي انداء استفهام الطالب الشاطر قال لي ايقظ ده امر واحد تاني قال لي احبب ده امر واحد قال لي ابغد ده امر اقول كله صح وتبقى الايجابة ايقظ احبب ابغد اسلوب انشائي نوعه امر للنصح والارشاد طالب بقى قال لي يا استاذ انا عايز المحسنات البديعية انا عندي في الموجود في البيت الاول اللي كنا بنسأله الاسماء ايقظ شعورك بالمحبة ان غفى غفى يعني نام او اصبح غفلا يبقى اصبح هنا ما بين ايقظ وغفى في محسن بديعي تباق طالب قال لي تب ما ممكن ناخد ما بين نيرا ومظلما نيرا يعني مضيئا تباق وطالب تاني قال لي تب ما ناخد يا استاذ ما بين ايقظ وغفى ونيرا ومظلما تباق واخد شطري البيت الثاني اللي هي احبب لان احبب عكسها ابغب هقول هنا ان ما بين احبب فيغض الكوخ وكسرا نيرا يعني عندما تحب يتحول الايه الكوخ لو انت عايش في كوخ كأنه قصر وعندما تقرح يتحول الكون ولو كان ملكك الى ايه الى سجن بين شطري البيت مقابلة طيب ايه علاقة فيغض فيمسي بها قبلها ايقظ شعورك ان غفى وبعدين انت هنا في البيت التاني بقول احبب فيغض ابغض فيمسي يعني نتيجة الحب ايه يتحول الكوخ لقصر نتيجة البغض ايه يتحول القون لسجن ويبقى العلاقة نتيجة اه قطع بقى هنا بلغية مهمة قوي على نظام بقى الانتحانات اخر العام بس فيها اسئلة كتير عشان تدربك يقول ملك ابن دينار اتيت القبورة فناديتها فاين المعظم والمحتكر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن اناس مضوا انا لك فيما ترى معتبر طبعا هنا قضى معتبر هنا يعني ايه يعني موعزة وهنا المفروض الكلمة دي تفانوا مش قضى هي تفانوا يعني افنى بعضهم بعض الاسلوب السائد في الابيات اسلوب خبري ولا انشائي ولا خبري لفظي انشائي معنى ولا ايه اسلوب علمي بص اولا دي ابيات الاسلوب العلمي دي مستبعدة خالص ليني مرة واحد نمرة اتنين انا هشوف الابيات عشان اعرف يا استاذ اول بيت ديقول اتيت القبورة فناديتها ها فاين المعظم ده اسلوب ايه استفهام يا استاذ يبدأ انشائي تفانوا جميعا فما مخبرهم ما هنا ده اسلوب خبر البيت كله البيت التالت فيا سائلي نداء اما لك استفهام الله انتو ايه رأيكم موجود عندي الانشاء اكتر ولا الخبر اكتر الاجابة طبعا واضحة وصريحة الاسلوب الانشائي لاني عندي اتنين استفهام يعني بيتين او بيتان اسلوبهما انشائي وبيتا واحدا اسلوبه ايه خبر طيب هنا الغرض الشعر الذي تنتمي اليه الابيات انا مش فاهم يعني ايه غرض هقولك ببساطة الابيات هنا نقولك الاغراض يعني الزهد اللي هو ابيات تدعو الانسان الى الزهد في نعيم الدنيا والعمل للاخرة والفوز بالاخرة ولا الغزل يعني بيتغزل في المحبوبة انا مش شايف هنا محبوبة خالص ولا الرساء يعني متح الميت انا مش شايف انه بتكلم عن حد ميت بعينه ده بتكلم عموما عن انه راح الكبور وقال لهم فين المعظم وفين المحتقر يعني عايزوا لهم ان في النهاية كلنا هنموت ولا الحكمة طبعا هنا انتوا لسه ما خدتوش الاغراض ولا سمعتوا عنها بس هنا الغرض هيبقى الابيات غرضها الزهد لانه هو بيدعو الى الزهد في متع الدنيا والعمل للاخرة هنا بيقول لي اتيت الكبورة فناديتها الخيال ايه اسأل نفسك سؤال هو انه ينفع نادي الكبور لا مش هنادي الكبور بيقول اتيت الكبورة فناديتها خد بالك يا تفرق لو قال الكبور بس دي حاجة ولو قال فناديتها دي حاجة تانية هنا هنقول استعرى ولا تشبيه هنا انا عندي دي علاقة مشابهة هنقول انه شبه الكبور كأنها اشخاص تنادى ده غير طبعا انها تنفع مجاز مرسل بس مش عايز احرق السؤال ده في الاخر هنا اتيت الكبورة فناديتها صور الكبور كأنها انسان يناديه فين الكبور موجودة طيب فين المشبه بيه مفيش يبقى دي على طول استعرق مكنية اتيت الكبورة فناديتها فأين المعظم والمحتقر عايز نوع المحسن البديعي في البيت طيب نوع المحسن البديعي في البيت محسن البديعي يا استاذ ده البيت الاول آه مفيش هنا بصوا بين الشاطرين هشاوره وهنا وهنا مفيش ايه يا شباب مفيش عندي في الحتة دي تصريع صح؟ خلاص يبقى استبعدت التصريع طيب مفيش كلمتين شابها بعد يبقى يا تباق يا مقابلة طيب هبص كده هلاقي المعظم والمحتقر العزيم والحقير بينهما تباق تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر العلاقة بين الشاطرين ايه؟ بص يا شباب هنا بيقول تفانوا جميعا فما مخبرون يعني ماتوا كلهم ومحدش هيقول لي والتانية ماتوا جميعا ومات الخبر برضو نفس المعنى يبقى ما بين الاتنين تراضف يبقى ما بين الشاطرين تراضف طيب تفانوا جميعا فما مخبرون جميعا جميعا تفيد الكلمة دي ايه؟ اكيد طبعا كلنا عارفين جميعا يعني كلهم يبقى تفيد الامهم يبقى الاجابة بتاعتها العموم تفانوا جميعا فما مخبرون وماتوا جميعا وماتوا الخبر ومات الخبر حلوة أوديت بص هنا بقولك تفانوا أفضل أفضل للمعنى أفضل للمعنى مش هي كلمة حلوة أفضل من فانية أفضل من إيه من فانية ليه يا شباب لأنها بتدل على الإسلام الموت تفانوا دي يعني موتوا بعض ولا الصراع البشري ولا الإصار ولا رجحت العقل طبعا تفانوا أفضل لأنها تدل على الصراع البشري وسيظل الصراع البشري قائما ما دامت الحياة أبناء الأعزاء أشكركم على هذه الحلقة وحسن استماعكم وأشكر زملاء العاملين بقناة مصر التعليمية على جهدهم الوفير وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وأن يكون النجاح حليفكم دوما أيها الأبناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته